السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم أعزائي المشاهدين وحلقة جديدة من برنامج صالون الصحة والجمال صالون الصحة والجمال زي ما تعودنا بنجيب نمازج مشرفة من الشباب المصري وبنشوفهم الشباب دي بدأت ازاي وكفحت ازاي في ظل الظروف اللي احنا فيها والظروف اللي قبل كده وازاي الناس دي بقت نموذج لأي شاب مصري ممكن ان هو يعمل زيه ويحتزي زيه ويكون في يوم الايام صاحب مركز كبير جدا او صاحب شركة او صاحب مصنع لازم بيحط هدف من وهو صغير على اساس يوصل بهدفه ده الى حلمه او بحلمه دوت الى هدفه اللي هو بيبقى حطه في دماغه من اول الصغار النهاردة انا معايا نموذج من الشباب المصري الجميل جدا المكافح اللي هو احنا بنتشرف بيهم اللي هما ازاي بدأوا حياتهم وازاي عدوا الصعوبات اللي بنشوفها زي الافلام كده بس هو قدر يكافح وقدر يقوم على اساس ان هو يكون في مكانة هو نفسه كان بيحلم يكون في المكانة دي وقدر يوصل للحلم بتاعه النهاردة معايا ومعاياكم النهاردة المهندس سعد راشد اهلا بيك مش مهندس اهلا بيك كل سنوح حضرتك طيب اخبارك ايه؟ كله تمام الحمد لله في بدايتنا بتكلم عن الشباب تمام رغم انت من ربي ده انك بس انت من الشباب انا من ربيها بس شوية الظروف طيب طيب كل واحد مننا بيبقى ليه حلم هو صغير تمام والحلم ده بيبقى شايفه كده من هو صغير عاوز يوصل ليه بس المهم ان هو يحلم بس ان هو يحلم اه واحنا بنيحلم على طول مفيش وعام بيحلمش لا لا فيه بيحلم بس بيحلم من باب الحلم اي مطبي بيجي قدامي بروح واقف اه مدقفش يغمد عن الحلم ده ومش عايز يكمل فيه اه لا اكمل اكمل مدقفش طيب احنا وإحنا في بدايتنا كده بنتكلم عن الشباب وازاي ان هي الشباب دي بتحلم باحلام عاوز اتحققها وهي اهداف اللي عاوز يبقى دكتور اللي عاوز مهندس اللي عاوز صاحب شركة اللي عاوز صاحب مصنع كل واحد بيبقى ليه هدف انت النهاردة انا عايز اقول لك نموذج نماذج الشباب المصري بدايتك وحلمك وانت صغير كنت ايه عايز تحلم بايه انا صغير طبعا يعني في قومي الحالي من عندي مثلا من توكيل العربيات مركز خدمة بس الكثة اللي انا يعني اعادة الهدف يعني مناشر على الهدف بداية اللي هو اوصل لدك يعني اوصل لاني بقى عندي مركز خدمة مطبط بقى في الطريق بتقابلني كتير طبعا بقصي شغلي بس المهم ان انا بفكر ان انا اوصل اللي انا عايزة يعني مش كل حاجة تقابلني بقفة يعني فيه ناس كتير دي جده مثلا تقابلها اي مشكلة اللي بيهرب منها واللي بيقف احسن حاجة انك تقابل المشكلة تحلها تشترى تكمل لان كل مشكلة بعد ما بتيجي المشكلة اللي بعديها او تيجي حاجة تيجي بس القليمة دي كدوالة حاجة لما طول ما انت شغل باي حاجة بتقابلك فبتقدر تقوم معها بقى لك خلاص دخلت في السوق فبالنسبلك الموضوع بقى سهد خلاص ففيش مشكلة انت عارفت هتحل ازاي بس المهم ان يكون عقلك حاضر يعني حاضر انك هتداخل في شغلك شغل شغلك من ميرضي لرقم واحد متوجه للاتجاه الصح ما تبصش لأي حد بيكلمك يعني ما تبص ما فيش في الدنيا صياد بيقدر يستاد وهو بيعمل كده جميل المسل دا فيش صياد في الدنيا لو هو عمل كده ولا كده ما يقدرش يصيب الهدف ما يقدرش فأي حد في الدنيا خلاص هو عينه على الهدف تخلي عينك على الهدف ليكش دعوة اني طول ما انت هتسمع لده ده عمرك ما هتجيب الهدف لان اللي بيجي جمك ده شمال ويني والكلام ده هو بيأثر عليك يعني ده كله سلبي يعني ما يمكن بسهد انت هتقي يا عمي سيبك من الكلام ده واتن تعملش ده انت بتحلم وانت فين انت رايح فين ده بعيد قوي على الموضوع ده انتش حاجة اسمع بايده على ربنا اي حاجة تبص الله بس هم تناشر على هدف انت وانت صغير بقى يعني انا عايز انا بتكلم معك ليه في الموضوع انا كده قمت حياتي وانا عندي 30 سنة يكون بعندي مركز خدمة او المتنمد 30 سنة او المتنمد 30 سنة او المتنمد 30 سنة كان عندي مركز خدمة قبل كده وانت صغير يعني انا بتكلم عشان الشباب الصغير اللي هو لسه يعني 15 سنة 16 سنة ابتدى بقى يفكر عاوز بقى كذا بيشوف نمازج قدامه وانا عاوز بقى كذا ابتدت انت من 15-16 سنة بقى ابتدت يعني خلاص بقى المعترك الحياة وسنوي انا فتحت المكان وانا عندي 18 سنة 18 سنة سنك صغير جدا يعني فاتح ما كم الزبط وانا عندي 8 سنة وانا بقى في الدراسة مثلا كنت عادي بشتغل وكله تنام وبطلع اشتغل حتى كنت وانا صغير كنت برد بداينا عشان بشكل مدير عشان عملا انا ملاحظ حاجة جميلة برضو اللي انت بتقولها ودي حاجة برضو لكل شاب ممكن يبقى يعني يحتزي بيها وهي وهو في الدراسة كان بيشتغل يعني برضو في ناس تبص تلاقيها انت في الدراسة اشتغلت ده دلك خبرة في الحياة انا اشتغلت عشان انا اي حاجة نفسي فيها كنت بحبة جدا اي حاجة في الدنيا انا والدي متوفي وانا عندي 6 سنين فقدت لازم بعض بشتغل بفرحان جدا لما اشتغل وبيجيلي فلوس وانا بشغال ان انا ماخدش فلوس من حد انت شايل نفسك شايل نفسي شايل نفسي يعني كله تعطينا عند ربنا عشان كل حاجة انا شايلها بنفسي فباشتغل وبروح وبيجي وكلام ده كله وكمل دراسة يكمل شغل وارجع لشغل تاني وهكذا يعني كنت بتبقى فرحان لما بتنسيك تشتغل وتقبض فلوس وتجيب لنفسك لبسة او حاجة او انا كنت بتبقى فرحان لما اراقي عمل اكتيرة جيالي عايزيني وانا لسه صغير دي كت متعتي كت متعتي لما يبقى فيها يوب كبيرة جدا وانا الوحيد اللي بعرف عملها وبعرف عملها كويس جدا عشان انا بحبها كنت شاطر في شغلك بقى مجال السيارات اي حد في الدنيا انا بكلمش على مجال السيارات انا بكلم بصف عام اي حد في الدنيا بيحب شغله بيحب مهنته قوي لازم ياخد منها رزقها كله مش هيتبقى له حاجة كل حاجة ياخدها طالما هو بيحبها قوي طالما هو بيحب يشغله كويس جدا وبيرعى ربنا فيه وشغال كويس جدا ما وارغوش اي حاجة اي حاجة غلط في الدنيا لان هو يشتغل صح طول ما هو شغل صح خلاص هو مش عايز حاجة هنا مفيش حاجة مش هيتنفزه وهو ربنا شايفك انت بتعمل كده اه ربنا شايفك انت بتعمل وكل عمله فسيار الله عملكم ورسوله والمؤمنين يعني انت ربنا اول واحد شايف عملك ها طبعا وعارف ان انت بتشتغل ازاي والناس شافتك كمان انت بتشتغل ازاي فبتالت الناس تيجي لك على شغلك وتيجي لك للحاجات الصعبة على فكرة هو الصح اسهل بكتير اوي 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 من اي حاجة غلط يعني اي واحد ما استفكر اشتغل في اي حاجة غلط المست بتكلم بصفة عم على كل حاجة ايه لو اي واحد بفكر اشتغل في حاجة غلط الصح اسهله اكثر بكتر صح اكثر بكتر بكتير يعني أنا بشوف شباب بيقول لك يعني أنا عايز أشتغل في المخدرات سهلة بس أنا بردتش أقول كده بس أنا بقول لك بس بقول لك شغلك شغلك الصح مكسبه أكتر من شغل الغلط بكتير لو وزنت الاتنين مع بعض هتلاقي ده بيكسر بكتر يعني الصح بيكسر بكتر بكتير أول حاجة أنت شغل في النور مش خايف من أي حاجة بتعمل كل حاجة نفسك فيها مش خايف من أي حاجة بتكسب كويس جدا لما أنت فاهم شغلك بتكسب كويس جدا 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 لأبعد الحدود وما فيش حاجة غلط بتوصل للأخر الغلط هو أوله غلط والآخره غلط الصح أوله صح آخره صح وآخره إنتاج وآخره إزيج بدون ليه بأتكلم معاك في النقطة دي لأن أنا بشوف شباب كتير جدا والواحد بيحزن لما بيشوف شباب دي بيكونوا يعني ممتازين وعقلهم كويس جدا بصك لقيه دخل في سكة غلط سكة المخدرات يقول لك أنا بيع مخدرات أسهل ومكسبها سهل في الآخر لما بيقع لبينفعوا مكسب سهل وكل اللي عمله راح وبيشحطط أهله معاك السكة دي كلها معلش أنا بوجه كلام دا للأهالي بزيار الصحاب الصحاب رقموا واحد الصحاب يعني معلش يعني ما ينفعش أنا ابني نازل معرفش هو مصاحب مين ما ينفعش لازم بعرفه هو مصاحب مين ورايح فين وجاي من مين بالزبط الكسة كل إيه شرب إيه ماشي مع مين صاحبه مين صاحبك إيه دنيتك ما يجيش مصفي ناس كتيرة أولادها بيجي يفتكروا في الآخر إن هو غلط فيبتدي بقى إيه يحاول يحسينه مع إنك أنت في الأول ممكن تحسينه عالي جدا فيش مشكلة بس أنت لو تبعته تبعت أنت لو تبعت ابنك هو عمره ما هيغلط معلش فيه أولاد ممكن تقع تزع معاها وتضرب وتشتمو الكلام دا كله وهو يعمل هو خلاص هو غلط وفيه أولاد تاني بالبصة وفيه أولاد تاني من غير ما تبص هو يخاف لبابا ويزعل هو يخاف يخاف أنه هو يزعل يخاف بس أنه هو يعني يحس أنه هو الدايق لفت نظري في كلامك وإنت بتقول الله يرحم والدك توفى وإنت عندك ست سنين طبعا الوالد وجوده بيبقى والد ضروري أو لنت بتقول برضو كلمة جميلة جدا هو ضهر للولد أو للإبن والوالد توفى وإنت في ست سنين وأكيد طبعا دا بيأثر عليك قوي ولكن رغم دا أنت بتقولي أنا نزلت اشتغلت ونزلت قويمت وكت عايزة أبقى حاجة ما نجرفتش لصحاب أكيد كان فيه صحاب سوق وفيه زي دا الكويس وفيه الوحش نتيش واحد معرفتش وحش كله كان وحش طب كويس إنت اللي أنت كل الوحشين وأنت يعني قدرت اللي أنت تسلك الطريق شفت كل الحاجة بس ما نضمتش الحاجة وربنا كرمك يعني لأنني أنا قلت لك من الأول عني هدف ودخل لك اللي أنت برضو تبقى معتمد على نفسك قوي أه طبعا ما بص ما أنت عارف أنت أولك وآخرك أنت محدش هيديك حاجة يعني الكسة دي بص ما برضو فيه حد يبقى بس عارف أنه هو هيجيله من بابا ومن مامته من دا من دا من دا من دا من كلام لكله معلش هي دعوة أمي هي اللي ما عاديني لغادي الوقت يعني هي الموصلوني أنا ممكن أعرف الناس وحشة كتير جدا ممكن أعرف الناس حلوة كتير جدا بس الكسة أنا عايز إيه يعني أنا ما أخدشش أنطبع بأي حد ما أخدش يعني مش على طول مثلا أي حد أتكلم بكلامه أخد انطباعه لأ أنا ممكن أخد الحاجة الحلوة بس يعني أنا كلنا عندنا عقل طبعا بأخد منه الحاجة الحلوة ما أخدش كل هاجة ما أخدش إني هو بأي كده بيتكلم بحاجات غلط بيتكلم بطرائب مش كويسة بيتكلم ب diesemาก Davisيقبة مش كويس كل دا ممكن مش در في أخد ده أخد منه الحاجات الحلوة أخد طريقة ممكن أخد منه طريقة السوق التعامل بتاعها إزاي يعني أتعامل في السوق إزاي وأخد من الكويس الهدوء والإيمان وما أخدش منه السلبية يعني أخد منه هو لله هو شغال كل حاجات يعني كده أخذ منه الحاجات الحلوة اللي أقدر أتعامل بيها بس ما هو راجل ده مش كل حاجة واشي عنده أكيد عنده حاجات حلوة فأخذ منه أنا الحلو وأخذ عندي الكويس واللي هو ملتزم أخذ منه الإيمان وأخذ منه أسلوب الكويس والمعاملة والدين بس ما أخذش منه السلبية لأن السلبية ما تفعش معنا وإنت في شغلك وإنت في السوق بقى زي ما بنقوله تدخل معترك السوق بقى وتتعلم وتشوف الدنيا ماشي أزاي فيه ناس أثرت في حياتك يعني فيه ناس برضو تدين لهم بالفضل بعد ربنا سبحانه وتعالى اللي هما أثروا في حياتك قوي وخلوك لا أنا الناس دي كلامها والموقف اللي عملوا معايا خلاني أبقى كده تفتكر حد بقى كان ليه موقف معك آه فضل كان معايا واحد اسمه الحاج محرم راجل ده محترم جدا كان نمسامينه البلبل عشان كان معا سبع لغاتي يعني كان مستورد وكده يعني آآ ده جيه في يوم من الأيام وأنا لسه كنت صغير خالص يعني بتلسه بتسعة شهر سنة مثلا لسه يعني أنا بقول لك أنا فتح مكان منه عندي ثمان شهر سنة وبشتغل منه أنا عندي مثلا اربعة شهر سنة أو اثمان شهر سنة اه بشتغل منه أسواره فدا كان جيه كان آآ كان في يعني مشكلة معايا أنه أنا مش عارف أروح واجي وكلام ده كله فليته خدني عندي عنده الجراش آآ قال لي ننضف الحتة دي كده هتلاقى تحتها عربية خدها آآ هتلاقى عربية خدها آآ عربية سيت آآ طلعتها كده وانضفتها كده عربية جيدة أوي ولغاية دلوقتي لسه عندي لغاية دلوقتي لسه العربية السيدة بس دي لغاية دا لسه معتز بي خدت العربية انا عندبتت وزبتت وشغال ومشيت بيها قعدت فترة كبيرة لغاية ما اتجوزت كمان لغاية بعد ما اتجوزت كنت رايح وجاي بيها برضه العربية السيدة بالنسبة لي موضوع دي بش خير جميل ده اللاجر كان لاجر بالعربينة كويس جدا هو شاف فيك حاجة معينة حبي يهديك بالعربية دهاني كده يعني دهاني عشان لاني مكتهد ولاني ان انا سن صغير فبقى يعني بحاول اشتغله وبجري كده وما بنامشي فالدهاني العربية اللي يخدها عشان يعني تسهل لك امورك يعني فده ده حاجة منساش طول عمري دي انا يعني بسأل على مواقف دوت انا بواجه رسالة لكل السنة المشاهدين وبنقول لهم الشباب بقى طول ما انت بتشتغل ربنا حيكرمك طول ما انت بتشتغل وبتتقل لها في شغلك ربنا حيوقف لك ناس تساعدك يعني المهند الساعدة بيقول لك الراجل دوت يعني معاه لا يعرفوا لا يعرفوا ما فيش علاقة كاملة بيهم ولكن يعرفوا حبوا ربنا حبت فيه الراجل دوت فالده له عربية يعني واخد بالك الده له عربية ازاي وبيقول لك كانت وش الساعد عليه ممكن انت في حياتك تبص لقى نفسك ناس وقفت جنبك اديتك حاجة كانت سبب الساعد عليك ربنا سخر لك الناس دي على اساس الناس دي هي اللي تساعدك جنود من عند ربنا سبحانه وتعالى ساعدتك عشان توصل احنا بنوجه رسالة النهاردة لكل شاب في مصر عموما يا جماعة الطريق الصح هو اقصر الطرق احنا جايبين النموذج اللي معانا المهندس ساعد راشد على اساس يحكي قصته ويقول لكو انا كنت زي زيوكو شاب في يوم الايام وما كنتش لاقي في يوم الايام زي اي حد احنا تربنا كلنا كأسر مصرية بسيطة ولكن الكفاح والعمل مش كلام بس يا جماعة اللي بيتعب بيلاقي اللي بيجتهد بيلاقي النموذج اللي معانا بيقول لك ما بيكسفش بيقول لك انا تعبت وشئيت ونزلت الشوكلي من 14 سنة وانا صغير على اساس ليه هدف وليه حلم ووصلت بحلمي لهدف اللي انا عايزه برجع بقول لك يعني الناس اللي قصرت في حياتك خليتك تبقى مركز او اللي انت عاوز توصل عاوز تعلم بعد ما وصلت للمكانة معينة قلت لأ انا عاوز اوصل لحتة تانية ازاي بدأت باعي ستوصل لحتة تانية موضوع الناس اللي قصرت في حياتي زمانه انا صغير وانا صغير قوي كنت اعرف لما تلاقي انت انت عايز الناس تشوفك بصورة تانية انت عايز الناس تهتم بيك تحس بوجودك فكنت بقعد اكتهت كتير قوي وعايز اوصل لشكل معين عشان ان وانا صغير انا كانت ابنية حياتي وانا صغير اتجوز وابني بقى معايا وانا صغير يعني بس انا صغير وابني كن معايا وانا الحمد لله الحمد لله الحمد لله بفضل اللي يعني انا مفيش حاجة في ربطها من ربنا اتمنيتها ومن ربنا لما الدهالك حققت الحلم ده اه مفيش الحمد لله لذلك انا كان نفسي افتح وانا عندي 30 سنة بمعندي مركز خدمة فانا كان عندي 30 سنة بالزلط وكان عندي مركز خدمة الحمد لله فانا من صغري فباكتهد عايز اوصل للناس معلش انا طلعت ان مفيش اب مفيش مساعدة من حد فكنت عايز اوصل ان هي مش كسة اب كمان هي كسة انت جواك ايه انت جواك تكتهد وتشتغل او لا او انت جواك ولا انت مستني حد يساعدك ما انا ممكن ممكن يساعدك وكلام لكله بس برضو ما تعملش حاجة انت من جواك ايه يتدفع من جواك ايه انك تشتغل فعلا وتكتهد وتعمل حاجة زي ما قلت لك برضو الهدف الهدف لو ما فيش هدف مش هتوصل لحاجة انت مش موجود مش هتوصل خلاص هو مش موجود هو هو بيشتغل كده وخلاص هو بيقضي يوم بيقضي يوم بالنسبة بس في موقف صغير كده كنت بوضى بمكان عندي فجالي واحد صنايا ما بلط الروخام والحاجات دي كلها صنايا ده الروخام فانا بزعل واحد عندي انت مش وفود تعمل واحد اتنين تلاتة كده 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 دي بس دي معلومة مهمة جدا عشان برضو ايه الكسة مش مش كسة واحد متعلم قوي واحد مش هعرف ايه لا 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 مش كسة مش كده انا بكلم بشكل عام فطلع رجل بلط الروخام ده قال لي يا بشوانس هو حاجتك قاعد بتزعقله ليه مم هو مش فاهم انا عمل اقول له عمل كذا قال لي ما هو مش هيفهم ما هو لو فاهم حاجتك هو كان مكانك بداع البلاط بداع الروخام هو مش هيفهم هو عاليته كده هو عاليته كده انت هتوقع تفاهم فيه هو مش عادي هو لو كان عايز يفهم وعايز يوصل لحاجة هو كان مكانك كان زمانه مكانك ده لك حكمة سكت انا سكت فعلا انا انت صح كامل يابني زي ما انت عايز صح لا اي حاجة فعلا في ناس بتاخد منهم الحكمة انا بزر ما بقول لك واحد بس واحد انت بتقول مبلط والراجل يعني صاحب حرفة ومهنة ولكن ربنا اداله حكمة انه هو يقول لك ازاي تتكلم مع الولد ده بالزبط اه بص انا الكسة عندي يعني احنا هنقول لغاية تعلمت منه لغاية ما نموت اللي يقول لك انا متعلم وفهم كل حاجة يبدا مش فهم ايا حاجة يعني موت المعلم ولا يتعلم كويس فهي كسة كلها ان احنا لسه لسه بنتعلم كلنا يعني ما تفتكرش نفسك عشان بس دي مهمة قوي 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 ودي بقى يعني سبعة تلاف خطة احمر ما توصلش يوتيك دولة انا وصلت وانا متعلم وفهم كل حاجة لا انت مش فهم لسه حاجة انت كل يوم في جديد انت كل يوم بتتعلم بس المهم انك تتعلم وتنفذه تمام طيب النهاردة انت وصلت لحلمك وحققت اللي انت كنت عايزه هدفك وعملت مركز الخدمة اللي انت كنت بتحلم به ابتدأ يجيلك ناس وابتدأ يجيلك صناعية وابتدأ يجيلك ناس عايزه تتعلم وناس عايزه تاكل عيش نزا ما بنقول تمام ابتدأ تتعامل مع الناس دي ازاي بقى انا عايز اوري الناس ازاي النموذج صاحب العمل بيتعامل مع العمال بتونه انا الناس كلها يعني بتتعامل معاها بشكين الشغل رقم واحد كويس وانه يجتهد في الشغل بامانة تاني حاجة هو يبقى شغال وبيحبك وهيبك يعني دي مهم شغال يعني وحابب شغله حابب شغله كويس وبيحبك وهيبك لازم دي مهم اول صاحب الشغل على طول لو لو عينه مش في وسط راسه المنشئة تغرق تغرق حتى لو انت وعليش يفتح كشك سجاية حتى لو انت قاعد بص يعني هو المشروع مش شركات ضخمة هو اي حاجة اه بالزبط زي مثلا الحكومة اه بالزبط اه بعتبر ان الحكومة دي قتش قر كويس ليه الموارد البشرية الموارد البشرية دي لازم في كل حاجة في الدنيا لان عندك العمالة كلها لازم اول حاجة تاخد حقا كويس جدا اه لازم تحفزه كويس جدا عشان عرف يشتغل كويس اه متخلاش عنه ايه اللي بقى له هو خلاص هو مش في النهو شغل غزب عنك ده اه متقدرش خلاص بقى يعني هو في حد بتوع تحول معا مرة اتنين و تلاتة اه ما يمشيش معاك خلاص فانت بيشوفه و ممكن يروح حتة معلش احسن تانية يشتغل فاية دي اكتهاد اكتر اه فاللي عايز يشتغل بيشتغل اه موضوع اللي احنا بيجي نقول مثلا فيه بطولة كتير و مش عارف ايه والكلام ده كله اه الناس بتيجي الناس اللي شغالة معلش شغالة عادي الصناعية او المهنيين او الكلام ده كله فيه اللي هو خايف على مهنته فمحافظ عليها وفيه اللي مش فارق معا مهنته فعايز بس هو الجنيه بس الجنيه بس عايز اللي مششغل يوم ويقعد عشر بالزبط اه عايز الجنيه بس يعني فيه واحد مثلا يشتغل مثلا ان هو هو قبض في رؤسه النهاردة يقعد لغات ما يخلصها وينزل يشتغل تاني ممكن واحد تاني يسيب الشغل خاص وروح يشتغل على البداعة الجديدة اللي اسمه التوكتوك التوكتوك ده هو الكلام ده التكاتك دي والحاجات دي يشتغل عليها عادي وستهب الشغل عشان يخلو 150 جنيه اللي يخلو اي حاجة بوزة الصنعة بوزة كل حاجة بوزة الشغل كله خلاص بقت الناس اول حاجة التكاتك دي دي اول الخطر في الدنيا كله ده بقى اول حاجة المخدرة بقى ويدي بقى زي ما انت عايز ايش بقى لان هو خلص دخل الاتجاه ده هو باص الصنعة هو في رقابة يعني ما اشتغل في مركز خدمة هو في رقابة عليه هو عارف هو راح فين هو جاي منين شغال ازاي والسيستمه ازاي والكلام ده كله اه كسة الشغل لها سبع تلاف نوع من العمادة فده بحر كبير اوي اي واعي يعني لو دخلنا فيه مش هناخلص منه اي فده ده كسته طويلة يعني ان كل الناس من ازاي بعديه وكسة اللي ما فيش فيه بطالة ما فيش بطالة فيه شغل بس الناس مش عايز الشغل فيه شغل بس الناس مش عايز الشغل فيه شغل كتير جدا جدا اصف الناس بنسمع الشباب يقولك لا فيش شغل الدنيا بلد بلد وقفة بلد عاملة هو فيه شغل بس الناس تنزل وتشتغل احنا اللي ما قفين الشغل احنا اللي ما قفين الشغل فيش حاجة اسمها بها بلد وقف بلد فيها كل حاجة فيها شغل ما فيش حتة ما فيش شغل ما فيش حتة ما فيش شغل بس انت عايز تشتغل ومش عايز تشتغل نزل وروح واشتغل لا ولو عايز يشتغل عايز يخش يروح يرتاح يوعد يوعد مفيش اكتهد هو خلاص نزل يعني مثلا يعني ساعات يجي طلق لك مثلا ايه كومنتات كده على الفيسبوك يقول لك انا روحت النهاردة الشغل ومش عارفه ومدير يمركز معي ليه ومدير يمش عارفه يعني انت مالك هو انت عملت شغلك كويس عشان مديرك مركز معك طب ما تشتغل اكتهد ما هو انت اكيدي لو اكتهد يعني ده وانت ربنا كلمك واشتغلت كويس اكيدي البوزوش ينبداعك هيعلى تمام لا ملقونيش بقى لاربع سنين ومترقوش ما انت ما تكتهدش انك تترق هو انت اكتهدت اصلا يعني انت فكرت مثلا تفكرت شغل دماغك وتحاولت ما مثلا بدل ما انت موظف صغير تنط حتى درجتين تبقى حتى team leader حتى ولا تشتغل في اي حاجة دانية لا هو انت قاعد شغال انا بقى لاربع سنين عارف بقى اللي هو بيقعد يندم ده انا بقى لاربع سنين وما ترقيتش هتترقى ازاي انت هتترقى ازاي يعني هو المطلوب من الشباب انا برضو عايزة اوجه رسالة للشباب وقول لها اللي انت انزل واشتغل حتى لو الشغل اللي انت نازله ده حاس انه هو مش مقامك او حاس انه هو مش بتاعك انزل اشتغل اكتهد فيه وهتبص تلاقي صاحب العمل اللي انت نازل تشتغل معاه دوت ممكن يشوفك يقولك لا ده مش في الشغلانة دي ده ليقعد في الشغلانة دي هو نفسه حيرائيك والله العظيم والله العظيم والله العظيم كم مرة انا كان جايلي واحد يشتغل في النظافة مم مش عايز اقولك الوزيشن بدauer بقى فيه والله العظيم كم مرة جايز اقول بس شوف انت اه نموزك كان يشتغل في النظافة البوزيشن بدauer بقى حتة تانية مم ومعه ايه مم Shadow لأ انا عايزك تقول عشان الناس الشباب ما تتكسفش يعني أنا النهاردة الشاب اللي عايز ينزل للشغل ينزل ويشتغل حتكسف من إيه تتكسف لو أنت ما ديت إيدك لحد وقلت له الديني لكن ما تتكسفش لو أنت أنزلت وخدت قرش القرش ده أنت اكتهدت بيه واشتغلت بيه حتى لو اشتغلت يعني زي ما بتقول عام النظافة مش عيد مش عيد طب أنا اللي جالي ده كان لصنص حقوقه مسحي ما عايز اشتغل في أي حاجة قال لي أي حاجة أنا ده وفقه وفيه أي حاجة في الديني فأنا اكتشفت يعني ما عليش قلتش يعني ده قال لي ده لنصنص حقوق وعايز يتغلت على فبتكلم معاه ليه طلابك في الكلام أنا من هنا شفته ده ممكن يبقى في الريسيبشن في العلاقات العامة هو فيها دخل علاقات عامة خلاص دخل جد عامة دخل حتك ومشاء الله اشتغل بس هو بصلا كان جاي فين جاي في حتة النية خالص فما فيش واحد صاحب عمل أو كاملة كل ما بيشوف هيشوفك ولازم هتطلع طول ما انت عايز يستغل هتطلع وتطلع كويس جدا كمان البزاشن مالوش أخر بس المهم أن أنا اكتهل عشان هطلع ما اكتهدتش مش هطلع يا جماعة عايزين نوجه رسالة برضو للشباب البنات بتنزل بتدور على شغل البنات بتنزل تدور على شغل وما بتتكسفش بتروح هنا وبتروح هنا وبتروح هنا من باب أولى الشباب ينزل ويدور عندنا نموذة جواب يقولوا البشمون دي الساعة بيقولك جالوا واحد بيقولوا عايز اشتغل عامل نظافة طلع الراجل مؤهل جامعي بيتكلم معاه وده علاقات عامة وبوزيشن تاني خالص انزل واكتهد ما تقولش أنا شاهدتي معايا الصانس معايا باكاليروس ولما يجيلي وظيفة في بنك البنك صعب عليك دلوقتي أو صعب انت تروح اي حتة دلوقتي انزل اشتغل في القطاع الخاص انزل جرب نفسك وفلوس القطاع الخاص بتبقى جميلة وحلوة ويعني حتاخد فلوس كتيرة بس يا جماعة ما نعودش يعني احنا في ظل الظروف اللي احنا فيها دي ما نعودش وانزل حاول مرة واثنين وثلاثة لو حد قفل في قشك الباب في واحد تاني حيفتح في قشك الباب وربنا معاك لازم يا جماعة في ظل الظروف دي نحاول مرة واثنين وثلاثة حرج عليك يا مش مهندس واقولك شوفنا في ظل الكورونا ناس كتيرة جدا رجال اعمان وشركات كبيرة جدا سرحت العاملين اللي عندهم وعملت بيوت كانت مفتوحة وناس كتيرة جدا كانت بتاكل عيش شباب وناس فتح البيوت وهذه الشركات قامت بتسريح العمالة ديت تقول لي كلمة بس بسيطة يعني انت كراجل صاحب عمل عملت ايه في ظل الكورونا مع العاملين اللي عندك هو بصراحة احنا على الهوى هو وتقود بصراحة هو انا عملت حاجة في اول شهر اللي هو كان فيه كورونا دوت وقصد هو الشهر اللي قبل اللي فات بلغت ليد شهر يبلغ كل الموظفين ان هيشتوروا بخمسين في المياه خمسين في المياه تماما ويشتغلوا بخمسين في المياه راتي تماما والناس هتشتغل تلات ايام ويومين تلات ايام ويومين قسمت اه اه قسمت اه هيشتغل نصر عملو كله هشتغل كده اه وكله خلاص وفيه ناس مشيت يعني فيه ناس قعدت ما قابلتش الوضع ما قابلتش الوضع ما تتملتش وانا كنت اصل حاجة زي كده طبعا اه وجيت اخر الشهر قابل القبض بالزبط بيوم طلحت المرتبات كلها كمتة كمين كلها طلحتها كمتة طبعا اللي ميشي كان عايز يرجع تاني مارجعش بصراحة اه اه انت شفت مين بقى اللي حيقف معجبا بالزبط اه السنة معلش اه انا ما بقعرفش اه ما بقاش اشوف حد اه معه مشكلة واقف اتفرج عليه طبعا اللي كامل معي طبعا كل اللي كامل خد قابضه والكامل حتى الشهر تاني ورده قابضنا مرتبات كامدة بس ده برضو في الظل اللي احنا فيه الشركات اللي ماشيت ناس عندها هنقلتكلم مثلا بصفة عامة مثلا على وأنا duk of ومطاعم واغانا كلهم ناس يغضب عنا실 من tiene انا عندك الكافات كله قفل ايوا ايو هكلي نستعمل عندي معلش번 هو انا مش عملتك كده عشان اه بطن لا لا انا عشان يعني gyptيد ماشي يعنى عايز اقولك يعنى احني دوبك يا دوبك جيبه المصاريف ما بالحقش ما الجبهاش يعنى حتى المصاريف التاني لان احنا عندنا بس انك image ومش عارف ايه كلام ده كله ده باندي تاني ده بند مصاريف يعني عايز اقولك برقم خيالي لان احنا عندنا بقى ايه مش كمامات مثلا للموظفين بس احنا كمامات للموظفين وللعملة وللعملة كويس متهارات لنا وللعملة فانا الموضوع يعني عندنا مثلا وانا داخل دلوقتي الموساد ده سينته جايبينه بيس الحرارة انا حطه عندي مفيش عميل بيخش غدا منقسه الحرارة الموظفين بتأسلها الحرارة فبقى دخلنا في ريسك جامد جدا ربنا عينك على الريسك اللي انت فيه وربنا عينك كنموذج للشباب المصري النهاردة انا قصدت النهاردة تبقى موجود معايا على اساس توري الناس نوري الناس برضو الشباب المصري اللي بيجتهدوا ازاي ويوصلوا للمكانة اللي هم فيها وبرضو لما وصلوا للمكانة ووقفوا مع العمال اللي عندهم وما مشوش حد يا رب كل المصريين يبقوا زيك كده وكل اصحاب العمل يبقوا زيك كنت سعيد بيك النهاردة وتشرفت بيك وان شاء الله تبقى معايا في حلقات اخرى بإذن الله شكرا لك ورش مهندسك ازاي المشاهدين شفنا نموذج ونموذج الشباب المصري ياريت كل الشباب يحتازي هذا الحزو وسعى واجري واكتهد وربنا حيكرمك وان شاء الله ربنا يزيح الغمة عن الامة يارب الحلقة تكون عجبتكم على امل وقعد ان تجدد اللقاء كان معكم هاني الفرماوي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته